كيف اشي الحق عليكم رمضان وما زل ما اختفتوش الوصفة على افضل عجينة التارتولات تبقى لكم قرمشة حتى ويفوت عليها نهار فوصفتنا نحتاج لدراب كهربائي نضربه فيه الزبدة مع السكر والبيض والزيت نعطره بالفانيليا ونحطه قرصة المرح ضربت حتى ولالي كريمي وبيض اللون ضفت اللوز المرحي قسمت الخاليط على زجج وضفت له شوكولاتة للطلي والكاكاو والاخرى راح نلعيم غير بالفارينة والمستعملة عندي هي ماما لاتي 55 بلا ما نعجل نغطيهم ونخليهم يرتاحوا ساعة في الثلاجة جوز العكريم باتيسيا اللي فيها الحليب بالبيض السكر ونشا ونسمت بالفاني وكي تعقادة راح نزيد الزبدة ونقسم الكمية التاعي على ثلاثة واحدة ضفت لها البتال بيستاش واحدة البخالينة نوازت واحدة خليتها فاني فيلميتهم وخليتهم يبردوا والتلاجينة اللي فتحتها صمك نسب سنتيمتر اطبعتهم لازم نضغطوا عليهم باش يخرجوا لهوا ويحكم الشكل تاع القلب اللي راح تستعملوا ثقبتهم غير بالكوردون عمرت سنواتاعي ومباشرة طيبتهم على 175 دراجة وحدة 30 دقيقة خليتهم حتى بردو ورح توليت لهذه الكريمات التوعي ضربتهم بدون مزت حتى اضافة ولاتليليس والبوشيت مفون دو تارت زينت بالفواكه اما تاع الشوكولة حطيت لهم البانان والكارامل بورسالي سخنت الباتاتاتيني وحطيتها من فوق يبقى ويقرمشوا حتى الغد من ذلك هذا يبقى ولكم باسكو بزاف بناء لازم تجربوهم باش تفهموا الى وصفة اخرى سلام اشتركوا في القناة